بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أورطني النهاردة هنتكلم عن أول سفيرة لفن المونولوج بين النساء الفنانة سوريا حلمي اتولدت الفنانة سوريا حلمي في يوم 26 من شهر سبتمبر 1923 دائما اعتبرت من أفضل الذين قدموا فن المونولوج حتى نفست النجوم الذين كانوا يقدمونه في هذا الوقت سوريا حلمي اتولدت في مغاغة بمحافظة المينيا نفسة نجوم كبار زي شكوكو إسماعيل ياسين اشتعرت نجوميتها جدا فقدمت لنا أكثر من 300 مونولوج وأكثر من 70 فيلم سينمائي كل مونولوجاتها كانت محملة برسالة المجتمع وتحديدا للمرأة بشكل خاص ارتبطت نجمة المونولوج بشائع هزة الوسط الفني كله حينما ترددت أخبار عن قرب زواجها من إسماعيل ياسين بعدما اشترك معا بأكثر من عمل غنى لها إسماعيل ياسين مونولوج في عيد ميلادها باسم عيد ميلاد سعيد هنها في بعيد ميلادها وهي كمان ردت عليه بمونولوج تتغزل في صفاته عدت مؤلفين كتير على تركهم لفن المونولوج وعدم اهتمامهم به أول سيدة تلعب دور مسحراتي على الشاشة من خلال مونولوج غنائي مدحت فيه أخلاق الناس الكرماء الذين لا يردون سائلا ولا محروما كان والدها يعمل كوكيل فنانين ويمارس العزف عملت سورية في البداية كممثلة في فرقة علي الكسار بدأت سورية حلمي تحقق حلمها من خلال مشوارها السينمائي في عام 1942 وطولت عليها العديد من أفلامها النجحة زي أخيرا تزوجت ولو كنت غني والعريس الخامس ونداء الدم ومن الجاني وبقعة الخبز والسوخ السوداء اعتبرت سورية حلمي دائما من أفضل الذين قدموا المونولوج ونفسة النجوم الكبار زي ما قلنا واعتبروها أول سفيرة لفن المونولوج بين النساء استمرت في أداء المونولوج من سنة 1944 غد 1966 يعني حوالي 20 سنة ومن أشر المونولوجات اللي غنتها يا سيدي عيب وفتح يا ابني فتح شوف مين بيكلمك ولا مؤخذة وديني عقلك انطوان عيسى ابن شقيقة الفنانة بديع مصابني حبها غير ديانتو علشان يتزوجها هي على فكرة شقيقة الفنانة ليلة حلمي والتي كان لها الأثر الأكبر في دخول سورية عالم الفن حيث كانت ليلة حلمي تعمل مع فرقة ببعز الدين التحق السورية بالفرقة وعمرها كان 8 سنوات وكانت بتقبط حوالي 18 جنيه أجرها الشهري بالفرقة قدمت كمان العديد من المسرحيات زي لوكاندة الفردوس مع عبد المنعم مدبولي ومع خالص تحياتي أما آخر عملها كان فيلم اتنين ضد القانون سنة 92 مع عزة العليلي وفيفي عبدو رحلت عن عالمنا في يوم 9 أغسطس سنة 1994 كان عمرها حوالي 70 عام تركت لينا أكتر من 70 فيلم و300 مونولوب من المواقف الطريفة اللي حب أحكي لكم عليها أن أثناء ما كانت أختها بتؤدي أغانيها اليومية على خشبة المسرح فكانت فيه استراحة ما بين الأغنيات فكانت بتصعد سورية حلمي وهي طفلة لم تتجاوزت سمن سنوات عمرها كان 8 سنين يعني فكانت بتغني فكان بينبهر بيها الجمهور جدا وكانت بالشكل ده بتحقق رغبتها في الغناء أطلق عليها الجمهور الطفلة المعجزة وهي لم تتجاوز 8 سنوات بدأت تحقق نجاحات متتالية تيمنا بشقيقتها الكبرى المطربة ليلى حلمي فاخترت لنفسها اسم سورية حلمي واصبحت أشهر مطربة مصرية وعربية بتقدم فن المنونوج حتى أوساط الستينات من القرن الماضي سافتت لدور عربية كتير زي لبنان وأقامت في العراق لمدة سنتين وأقامت برحلات فنية أخرى لسوريا وللجزائر تميزت في أداء الأغاني الفجاهية الخفيفة وده خلاها ترشح لعالم السينما والمصرحة والتلفزيون وكان مونولوج عيب أمل معروف من أنحان علي اسماعيل بمثابة فتحة خيرة عليها فأصبحت يتردد اسمها على لسان الناس كانت بتسلط الضوء من خلال المنونوجات بتاعتها على العادات السلبية في المجتمع فمثلا مونولوج كنت فيني علي تطرقت لتعدد الزوجات مونولوج عيب أمل معروف نقشة فكرة العجوز المتصابي أما ظاهرة تقليد الغرب في الشكل كان من خلال المنونوج النص نص غنت كمان الأرعب تتباهى بشعر بين تختها سوريا من المطربات القليلات اللي قدموا فن المنونوج وغنت كمان لثورة يوليو ومن أغنياتها مصر النهاردة وسلس ثورات وفات من عمرنا عشرة ودستور يا حبايب دستور وخلاص أعلننا الدستور شكلت مع اسماعيل ياسين سناء ناجح جدا ومن الأفلام اللي قدموها مع بعض تحية الستات والستات ما يعرفوش يكذبو وصاحبة الملاليم بدأ يتراجع فن المونولوج وخصوصا عام 1967 بعد هزيمة 67 والنكسة فكان من الصعب اضحاق الناس في ظل هذه الظروف وبدأ المونولوج يتراجع فبدأت كلماته تكون ركيكة وغياب رواد ومؤلفي فن المونولوج فبدأ يتراجع هذا الفن اتمنى أن الفيديو النهاردة يكون عجبكم ومن تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لقناة ياسمن تل يوتيوب